دلوقتي السوشيال ميديا بقى فيه صانعين محتوى كتير بيقدموا محتوى دين بيشرحوا و بيفسروا آيات كرآنية للناس فنحن بننزل بقى لينا احنا كشباب بنسمع وفيه ناس ممكن نخاف ان احنا نسمعهم انا ما عارفش ده صح والغلط فالسؤال هنا هو لمن نستمع ولمن نقرأ وممكن نختص بالسؤال شوية زي ما ربنا بيقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون من هم اهل الذكر المفروض ان احنا نسألهم ونستعين بيهم ايوه شكرا جدا جدا على السؤال وطبعا ده سؤال الساعة لان كلنا محتاجين نفس السؤال هو بقى عشان نرد على السؤال ده جماعة انا ليه خطة في الرد ان احنا نعمل كده ايه عملية استقراء استقراء للسؤال دوت في مهن اخرى لو انت جيت تكشف عند طبيب لو انت عيان هتروح لطبيب مش كده ولا ايه صح اول حاجة تعالوا نحط مع بعض الشروط ايه الشروط للانسان اللي انت هتكشف عنده وتسمح له انه يحط السماع على صدرك وتسمح له انه يوصف لك الدواء وتسمح له انه يديك الحقنة وتسمح له انه يشخص لك المرض مين صفات الانسان ده يكون ايه الامانة اول حاجة يكون شاطر ومخلص لعملوه يبقى شاطر هو اول حاجة البدامة ولانا لازم يكون متخصص هو ده مجاله يعني هم عاش هادف ده شفت بقى كذبك يا حسن يعني طب انا ممكن اكون اريد كتاب مثلا زي وهو فعلا معظم على السوشيال ميديا عادي انا ممكن ارى كتاب حديث واطلع اقول وفسر مع نفسي بس لا هل انت تخصصت بده هل انت خرج ازهر هل انت خرج ايه بصدبت عشان تشرح كلام ده بس فهو ده اكيد اول حاجة التخصص اسمعوا 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 كلام بقى الواعي كلام الصح هو كده سيد كسب حسان يعني واحد صف ليه لانه قبل ما تقول ان يكون شاطر ويكون كويس ويكون معرفش ايه لازم تشوف الاول هو متخصص ولا لا صح يبقى نشتب كلمة شاطر دي ونكتب واحد متخصص ايوا حلو كده متخصص طيب بس قبل ما ندخل بقى في الموضوع ده ونتخصص انا لفت نظر كلمة شاطر انا حفجأك حفجأك امسك نفسك يعني عارف كلمة شاطر يعني ايه شاطر اللي هو حد يبقى في مجاله يعني كفء كده زي بيقول طيب شاطر يعني ايه سيد شاطر يعني عنده محصلة كبيرة من التخصص اللي هو فيه سامير شاطر يعني ايه زي ما اسلام قال صلى على النبي عليها اصدر السلام انتو التلاتة اجابتم اجابة مش صحيحة ايه ده يا خبر شاطر يعني لا شاطر يعني حرامي ايه زي ولاد هذا ايه مفجأة لانه كلمة شاطر كانت بتطلق على من يقطع الطريق ولذلك يقال في اللغة العربية شاطر الرغيف الى شطرين يعني اسمه اسمه شاطره يعني اسمه فاللي بيقطع الطريق كان اسمه الشاطر وكانوا بيسموهم زمان الشطار انهم العصابات التي تهجم على القوافل وتقطع الطريق ده بس المعلومة قلنا نقولها بالمرة مش هتضر في حاجة اللغة العامية احيانا بتقول كلام صح واحيانا اللغة العامية بتنطق بكلمات خاطئة فبنصلحها بالمرة بس تعالوا نرجع مرجوعنا الى الاستاذ سيد المحترم قال ان انا لما اجي اكشف عند الطبيب لازم يكون متخصص وعشان يبقى متخصص يبقى لازم يكون واحد خريج كلية ايه اه لا خريج كلية التب هو دكتور ما انت راح تكشف عنده مش كده سمير انا كمع حسب الوظيفة يبقى تخصص في وظيفته لا هو مزيد خريج ايه خلاص يبقى نقول واحد يكون خريج كلية التب تمام خد بالك من حتة دي خريج كلية التب يعني هل انت مش هتروح لواحد قاري كتاب طب ما هو ممكن واحد يكون مش خريج كلية التب وقاري عشرين كتاب طب هل حتأتمنه علشان حضرتك تكشف عنده لا اقول سيد سيد لا انا هنا بقى انا هخش في تخصص التخصص انت بقى في الطب بتاع ايه هل انت بتاع جراحة هل انت بتاع اذن هل انت بتاع يعني انا اصدق اقول ان انت لازم الاول تتطمر انه خريج كلية التب اه اكيد مش قاعد كده في البيت من منازلهم وقرر يبقى طبيب اه ومش كمان خريج كلية الطب فه برضه هسأله يعني ممكن فيه شيخ يعني انت مش مجرد شيخ فانا هسألك في اي امور ان انت المفروض تفتي فيها للناس وتجاوب عليها كلام سليم يبقى اول حاجة خريج كلية الطب وبعد ما نشوف خريج كلية الطب بنشوف التخصص زي ما قال سيد يبقى اول حاجة بنشوف الكلية اه خدوا بالكم اتنين التخصص صح ولا لا طيب تالت حاجة في حاجة تالتة بعد التخصص تفتكر يعني انا عرفت ان هو خريج كلية الطب وان تخصصه بطنة او جراحة او عظام او حسب الحالة هل انت بقى مرشح والفايدل انت تفتح عيادة عشان تكشف على المريض اللي اجيلك ده او لا انت بدي عرفها ازاي خبرة العملية اه اه يعني خبرة العملية ايو حلو اول خبرة العملية حسام نعرفها ازاي يكون مثلا يعني مارس فعلا المهنة ما يكونش مثلا يعني من جرد ان هو خريج او شوطر في ال يعني ممكن فيه دا كاترة بنشوفه بشوطر عادي في النظر مثلا او حاجة